بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الحجر لفلس أو غيره الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط ينقسم الحجر باعتبار المصلحة المرجوة منه إلى قسمين أولاً لمصلحة المحجور عليه في الصبي والسفيه والمجنون ثانياً لمصلحة غيره في المفلس ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر وينبغي أن يجسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملاً بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلاً ويمكن تحضيره لمجلس الحكم وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه ووليهم أبوهم الرشيد فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال مثلا وأجرته خمسمائة فإننا نعطيه خمسمائة لأنها هي الأقل والله أعلم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر